وبالانتقال إلى خبر آخر جددت هيئة تنظيم الطيران المدني رخصة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بعد انتهاء كافة المتطلبات والملاحظات الفنية المطلوبة من الهيئة ومطار الملك الحسين الدولي مرخص منذ عام 2008 ويتم تجديد الترخيص كل عامين بعد أن أصبح مطاراً بديلاً لمطار الملك علياء الدولي في عمان وخلال هذا العام تم منحه تفويضاً لتشغيله إلى حين تصويب أوضاع بعض المتطلبات التنظيمية والفنية قبل إصدار شهادة تجديد ترخيص للمطار رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو قال في بيان صحفي إن المطار استوفى كامل متطلبات أنظمة الطيران المدني وهيئة تنظيم الطيران المدني التي كان من الواجب تصويبها لمنحه الترخيص من جهته أكد الرئيس التنفيذي لمطار الملك الحسين الدولي ناصر المجالي أن تأخير تجديد الرخصة سابقاً لم يؤثر على حركة الملاحة الجوية الترخيص هو عملية تنظيمية لا أكثر ولا أقل الترخيص لا يوقف في العمل للطائرات ولا حركة الطائرات حتى تاريخه نحن نزل بالمطار حوالي أكثر من 170 ألف مسافر بالمدهاي وحوالي أكثر من 1585 رحلة جوية قادمة ومغادرة وهذا دليل أن الترخيص لا يؤثر على العمليات التشغيلية للمطارات مطارنا باستقبل كافة الطائرات لغاية تصنيف E زائد يعني احنا كان في مفاوضات مع شركة بوينغ حتى تنزل أن طائرة واعتمد مطارنا لدى شركة بوينغ ترجمة نانسي قنقر